في الفيديو اليوم رح وضعنا خطوة خطوة كيفية البيع على امازون كمبتدئ وفي أي مكان بالعالم مع تقطية كامل التفاصيل من إنشاء متجر على امازون اختيار المجال المناسب اختيار المنتج الرابح البحث عن الموردين واختيار المورد المناسب أكواد المنتجات وتغليفها وطرق شحن المنتجات من الصين وآخر شيء حساب الأرباح والتكليف ورسومي والآن أول شيء خلونا نتحدث شوية عن متجر امازون متجر امازون شكل عام هو أكبر متاجر موجودة على الانترنت وفرصتك أنك تحقق عمليات ربح داخل متجر امازون كثير كثير عالية طبعا متجر امازون يسمح لك أنك تعلق منتجاتك عليه وتبدأ تحقق عمليات بيع على هذه المنتجات طبعا امازون يتيح لك أربع طرق رئيسية للبيع داخل متجرك على امازون طريقة الأولى أنك أنت تشتري منتجات من موردين وتشحن هذه المنتجات على مستودعات امازون بعدين امازون بتكفل بعملية تخزين المنتجات وشحنها للعملاء يعني اذا اي عميل بشتري من متجرك على امازون فامازون شكل تلقائي بكمل عملية شحن المنتج للعميل اما الطريقة الثانية في البيع على امازون فهي انت بتكون مسؤول عن التخزين والشحن للعملاء يعني انت لازم يكون في عندك مستودع ثاني شيء انت لازم كمان تتواصل مع شركة شحن توصل للمنتجات للعملاء بهاي الطريقة انت معلك الا تشترك فقط في متجر امازون لكن أنت لا تشترك بأمازون FBA أمازون FBA هو المسؤول عن تخزين وشحن المنتجات للعملاء الطريقة الثالثة بالتجارة على أمازون وهي ما تسمى بـ Dropshipping أو إسقاط الشحين بهذه الطريقة أنت تكون طرف ثالث بين مورد ومتجرك على أمازون يعني أنت تكون بعملية البحث عن موردين على الإنترنت طبعا المورد يكون مسؤول عن تخزين وشحن المنتج للعمل طبعا أنت لا عليك إلا تختار منتج من الموردين تتعرض هذا المنتج على متجرك على أمازون إذا تمت عملية بيع على متجرك على أمازون ما عليك إلا ترسل معلومات العميل اللي قام بشراء المنتج على متجرك على أمازون ترسل هذه المعلومات للمورد المورد بيكون بشحن المنتج للعميل بشكل تلقائي يعني أنت بتكون في هذه العملية طرف ثالث أما الطريقة الرابعة في البيع على أمازون وهي أنك تكون صاحب علامة تجارية طبعا أمازون بسمح لك أنك تبني علامتك التجارية وتوصق علامتك التجارية داخل متجر أمازون طبعاً بعطيك مزايا كثير إذا حاب تفتح علامتك التجارية على متجر أمازون لكن في البداية أنت يفضل إنك تشتغل بالتجارة بعدين تأسس علامتك التجارية طبعاً أنا قسمت لكم خطوات الشرح في ديكيومنت زي ما هو ظاهر أمامنا والآن خلونا نبدأ بالخطوة الأولى طبعاً أول خطوة أنت بتحتاجها لبدء التجارة على أمازون إنك تفتح متجرك على أمازون طبعاً ما عليك إلا تنتقل على موقع sale.amazon.com الموقع زي ما هو ظاهر أمامنا تكلفة الاشتراك في هذا الموقع 40 دولار شهرياً طبعاً فيه اشتراكين فيه الاشتراك الفردي فيه الاشتراك الاحترافي لكن الاشتراك الفردي بأخذ على كل عملية بيع دولار زيادة على رسوم البيع فأنا بفضل إنك تدخل بالاشتراك الشهري اللي هو تكلفة 40 دولار طبعاً الـ 40 دولار بخذوه منك فقط أول شهر باقي الأشهر بس تبدأ تحقق عمليات بيع فببلش يخصوه منك كل شهر 40 دولار طبعاً طريقة تفتح مجال على أمازون لازم أنت تكون مسجل دخول على موقع أمازون يعني الموقع أمازون بشكل عام أنت لازم تكون عامل عليها حساب بعد ما تكون عامل عليها حساب بتنتقل على sale.amazon.com بعدين تضغط sign up أول شيء بطلب منك معلومات العمل اللي هو وين أنت حاب تبدأ تبيع على أمازون مثلاً وليات المتحدة بريطانيا كندا ما إلى ذلك ثاني شيء نوع الحساب إذا كان فردي أو شركة ثالث شيء بطلب منك اسمك الكامل بعد ما تخلص من هذه الخطوة رح تنتقل للخطوة الثانية وهي أنك تعبي معلوماتك الشخصية طبعاً معلوماتك الشخصية هي بتكون اسمك مكان السكن بريد الإلكتروني وتأكيد رقم هاتفك الإلكتروني بعد ما تخلص من هذه الخطوة بتنتقل لمعلومات الدفع معلومات الدفع ما عليك إلا تخط بطاقتك الثمانية بحيث أنك تكمل عمليات الدفع لأمازون اللي هي الأربعين دولار تكلفة الاشتراك الشهري بعد ما تخلص من هذه الخطوة بتنتقل للخطوة الرابعة وهي أنك تختار اسم متجرك الإلكتروني أو شو اسم المتجر اللي رح يكون على أمازون بعدين رح يسألك ثلاثة أسئل السؤال الأول رح يكون هل أنت بتمتلك بار كود للمنتجات طبعاً لازم تضغط عليها يس رح نتحدث عنها إن شاء الله بالفيديو السؤال الثاني بيسألك هل أنت تمتلك شهادات حسب التصنيفات الظاهرية أمامك السؤال الثالث بيسألك هل أنت صاحب علامة تجارية بعد ما تخلص من هذه الخطوة رح تنتقل للخطوة الخامسة والتي هي الإثباتات طبعاً من هذه الخطوة انت رح تقدم صورة عن الهوية الشخصية أو جواز الصفر ثاني شيء كشف حساب بنكي طبعاً خلال هذه الصور رح يوثق حسابك أو متجرك على أمازون بعد ما تخلص من هذه الخطوات رح يتواصلوا معك في مكالمة فيديو بحيث يؤكدوا من الهوية الشخصية وكشف الحساب البنكي بعد ما تنتقل فتح حسابك كما هو ظاهر أمامنا طبعاً هذه هي لوحة الامازون سيلر سنتر لذلك أنت تكون فتحت حسابك على أمازون وتقدر الآن تبدأ بالتجارة أو بالبيع على أمازون طيب خلونا نتجع للخطوة الثانية هي أنك تختار النيلتش والمنتج المناسب طبعاً طريقة اختيار النيلتش والمنتج المناسب باعتمد على عمليات البحث وخبرتك بمجال معين مثلاً خلونا نتقل على موقع أمازون زي ما هو ظاهر أمامنا هذا هو منتجر أمازون طبعاً عليه ملايين من المنتجات أنت عشان تبدأ تختار المجال ما عليك إلا تنتقل في عنا خيار الأول إذا مننزل الأسفل وحيظر عنا خيار شوب بايد دي بارتمينت يعني أنت تبحث من خلال التصنيف مثلاً أنت حاب تشتغل مجال العمل اللي هو الهوم أنت جاردنس خلونا نختار أول شيء الهوم أنت جاردن رح يظهر عنا سب كاتيجوري خاص داخل الهوم أنت جاردنس طبعاً هون بيبدأ هو يختصر لك المجالات أو يضيق من حجم المجالات داخل أمازون الآن أنت ما عليك إلا تقوم بالبحث عن أي مجال مناسب معك داخل الكاتيجوري الظاهرة أمامنا مثلاً أنا رح أختار الكتشن أنت دينينج الآن هو لخص لكي من المنتجات موجودة بتصنيف الكتشن أنت دينينج خلونا نزل الأسفل طبعاً هون سيظهر عنا مجموعة من السب كاتيجوري بحيث أنك أنت تضيق من مجال العمل حيث أنك أنت تتخلص من المنافسة يعني أنت ما بصبت تشتغل في مجال عالي أو عليه منافسة عالية عشان هيك لازم تضيق من عملك في البداية بعدين تبدأ تتوسع بعملك مثلاً أنا بدي أختار بالكاتيجوري اللي هو الكتشن أندينج بدي أختار لستوريج أند أرغنيزيشن اللي هو خيار التخزين الآن أضغط على استوريج والآن هو بدأ يلخص لكامل المنتجات اللي بتختص في مجال الكتشن ستوريج أو المجال الخاص بالتخزين داخل المطبخ طبعاً أول خيار عنا كمان فيه سب كاتيجوري ممكن أنت تختار من هذا السب كاتيجوري كمان أنت ممكن أنك تضيق من المجال أكثر وأكثر طبعاً كل ما ضيقت من هذا المجال كل مكان أفضل لإلك تتخلص من المنافسة وإن شاء الله رح نحكي الآن عن الريزولتس أو النتائج البحث بحيث أنك تقلل من الريزولتس أو عدد نتائج البحث عن منتج معين طبعاً زي ما هو ظاهر أمامنا نحن ممكن نختار مثلاً فود ستوريج في هنا ثلاث خيارات في عنا السب كاتيجوري اللي هو راكس أند هولدرز في مجموعة من الكاتيجوري زي ما هو ظاهر أمامنا أنت ممكن تختار أي كاتيجوري وتبدأ تضيق من المجال أنت رح تبدأ العمل فيه على متجر أمازون إذا بننزل الأسفل في عنا هان بلش هان يرتب لنا المنتجات حسب تصنيفات داخل متجر أمازون مثلاً هون هاي المنتجات اللي شاهدها العملاء طبعاً زي ما ظاهر أمامنا عليها ريت كثير عالي إذا بننزل الأسفل في عنا هان صنف لنا المنتجات اللي هي توب ريتد يعني أعلى تقييم داخل هذا النيتش إذا بننزل الأسفل صنف لنا المنتجات حسب البس سيلر يعني المنتجات الأفضل مبيعاً على أمازون طبعاً إنت ممكن تختار أي منتج يجعل بالك من هذه المنتجات لكن في طريقة اختيار المنتج وإن شاء الله هنتحدث عنها بالفيديو إذا بننزل الأسفل كمان في عنا هاي لي ريتد يعني أعلى تقييم بننزل للأسفل كمان رح يعطينا الصفقات على أمازون وفي عنا كمان خيار اللي هو خيار المنتجات سعرها أقل من 25 دولار بننزل الأسفل كمان هون صنف لنا كامل المنتجات بترتيب فهذا الاشي رح يساعدنا في إحنا نحدد المنتج المناسب لنبدأ العمل فيه على أمازون خلونا ننزل الأسفل الآن هون بلش يعرض لي المنتجات الموجودة على أمازون طبعاً في عنا هان 50 ألف ريزولت يعني داخل خيار موجود 50 ألف نتيجة بحث فإنت 50 ألف نتيجة بحث لتعرضها داخل هذا المجال أو داخل هذا الكاتيجوري فلحكون عندك منافسة كثير كثير عالية فإنت بتضطر إنك تبدأ تضيق من هذا الكاتيجوري بحيث إنك تقلل أكبر عدد ممكن من النتائج وكمان بنفس الوقت إنه تختار المجال المناسب لتبدأ العمل فيه الآن خلونا ننزل الأسفل مثلاً إنت رح يكون عندك مجموعة من الخيارات مثلاً المنتجات القاصة في تخزين الفواكذ الموطار أمامنا المنتجات القاصة في تخزين بقليات إذا بننزل الأسفل في عندنا كثير كثير من الخيارات اللي إنت ممكن تختار أي منتج من هاي الخيارات اختيار المنتج باعتمد على عوامل معينة منها إنه يكون المنتج عليه طلب مرتفع ثاني إشي المنافسة تكون منخفضة ثالث إشي يكون عليه نسبة ربحية عالية بحيث إنك أنت تحقق ربح كمان إن شاء الله رح نتعدى عن تكاليف اللي رح تواجهها في مسيرة عاملك بالتجارة على أمازون حكينا ثلث إشي الربحية العالية رابع إشي تحسين البحث طبعاً تحسين البحث إشي مهم كثير داخل أمازون بحيث إنك إنت لما تبدأ تعرض منتجك على مجرك على أمازون الشركة أمازون هتطلب منك كي وورد أو كلمات مفتحية اللي بتدل له هذا المنتج طبعاً اعتماد اختيارك على كلمة المفتحية كثير مهم فإنه ممكن أن تختار كلمة مفتحية يكون عليها منافسة عالية فإن شاء الله نحن تحدث عنها طبعاً حكينا الخطوة الرابعة هي تحسين البحث الخطوة الخامسة يكون سهل البيع كيف يعني سهل البيع؟ يعني المنتج ما يكون بتكسر المنتج ما يكون حجمه كبير ابدأ بالمنتجات الحجمها صغير بالبداية ابدأ بالمنتجات الرخيصة اللي هي أقل من 70 دولار عشان يكون سهولة بالشحن المنتج وسهولة في بيع المنتج على أمازون سادس شيء ما يكون على المنتجات مشاكل بتعترض سيازة أمازون مثل التقليد يعني إذا مثلاً شركة نايك تروح أن تستورد منتجات مقلدة من الصين لشركة نايك وتبدأ تعرضها على متجرك على أمازون فهون انت راح تتعرض لتسكير متجرك على أمازون طبعاً هاي العوامل الستي اللي أنا ذكرتها على أنك تختار المنتج المناسب لتبدأ تعرضه على أمازون أو تبدأ تبحث عن مورد لهذا المنتج بحيث أنك ترسل المنتجات على متجرك على أمازون أو على مخزون أمازون فراح تستخدم أداة مساعدة لعملك على أمازون هي أداة Jungle Scott طبعاً هاي الأداة وضفتها أنها تأمن لك قاعدة بيانات كاملة لمنتجات أمازون طبعاً أنت إذا تشتغل على متجر أمازون فأنت لازم تتحقق من المنافسية على المنتجات الموجودة على أمازون يعني ما بزبط أنت تروح تعمل بحث عن المنتجات خارج متجر أمازون لازم تنافس المنتجات داخل متجر أمازون هاي الأداة وضفتها أن أتأمن لك قاعدة بيانات طبعاً هاي الأداة رح أشرحها في فيديو منفصل نشارح كامل وكيف تختار منتج الرابع على أمازون بس رح أحكي بشكل سريع عن هاي الأداة هاي الأداة بتأمن لك قاعدة بيانات هاي القاعدة بيانات بتكون مقصة من لعدة أجزاء منها مثلاً المنتجات اللي عليها طلب عالي تحقيق الربع من هاي المنتجات تكلفة المنتج من المورد تكلفة المنتج أو أرباح أمازون من هذل المنتج اذا تبيعو على أمازون مثلاً المنتجات اللي عليها ريت عالي مثلاً المنتجات انت بتك تختار المنتجات عليها منتج منخفض مثلاً ثلاث نجوم لكن عليها بيع عالي فهون انت بكون إليك أحقي انك تنافس هذل المنتج فأنت بتشوف وين المشكل في هذل المنتج ليش العملاء عاملين تقييم منخفض على هذل المنتج بنفس الوقت هذا المنتج لسه عليه طلب فانت هون بكون إلك مكانة بالمنافسة هذا المنتج انت بتحقق من مشاكل هذا المنتج بتبدأ تجيب منتج بديل يحل هاي المشاكل للعملاء وتعرض على متجرك على امازون فهيك انت بتحقق عمليات بيع وتتخلص من المنافسة بنفس الوقت ان شاء الله انا رح اشرح هاي الأداء بشكل تفصيلي فيديو ثاني والان هيك عرفنا انت كيف تختار النيتش وكيف تختار المنتج المناسب على امازون خلونا نرجع للديكيومنت طبعا احنا تحدثنا كيف اختيار النيتش وتحدثنا كيف انك تبحث عن المنتج الرابح والان خلونا ننتقل للخطوة الرابعة وهي البحث عن موردين طبعا انت قبل ما تبدأ ببحث عن الموردين لازم تختار المنتج اللي رح تبدأ تبيعه على متجرك على امازون طيب والان دور عليك انك تبحث عن موردين طبعا المتجر الجملة الاول في العالم هو موقع علي بابا دعونا ننتقل إلى متجر علي بابا طبعاً متجر علي بابا هو متجر التجارة بالجملة يعني أنت داخل علي بابا ما بيزبط أنك تشتري بالحبة لا لازم تشتري بالكمية فمتجر علي بابا واحد من أفضل متاجر الجملة على الإنترنت الثاني إشي بيقدم لك ملايين من الموردين الموجودين بالصين وحول العالم يعني إذا إحنا مننزل للأسفل طبعاً هنا في عندك سفلايرز باي كونتري أو ريغون يعني أنت ممكن تختار المورد حسب الدولة اللي بدك إياها يعني أنت مثلاً بدك تشتري منتجات من الولايات المتحدة فممكن أنت تختار موردين موجودين داخل الولايات المتحدة وتبدأ تشتري منهم منتجات طبعاً حسب المجال اللي أنت قمت باختياره لكن الدولة الأفضل لتوريد المنتجات اللي هي الصين عشان هيك أنت يفضل في البداية أن تختار منتجاتك بالصين طبعاً سيكون في عندك عملية شحن للمنتجات للولايات المتحدة أو لمنسودعات أمازون وإن شاء الله سنشرحها بالتفصيل بالفيديو ما عليك إلا تحضر الفيديو بشكل كامل عشان تفهم ألية العمل بالتشارة الإلكترونية على منصة أمازون والآن زي ما نظهر أمامنا هو بقدملك مجموعة من المنتجات طبعاً هاي المنتجات هي معروضة من خلال موردين طبعاً الموردين موجودين على الإنترنت من قسمه لجزئين إما تجار وإما مصانع طبعاً يفضل أنت دائماً تختار مورد أن يكون مصنع أما التاجر فهو رح يكون وسيط بينك وبين مصنع فالتاجر وظيفته أن يشتري المنتجات من المصانع ويعرض هاي المنتجات أو يبيعك هاي المنتجات أنت كتاجر عشان هيك يفضل أنت لما تختار المورد يكون هذا مورد مصنع يعني هو لصنع المنتج فأنت تواصل مع هذا المصنع بحيث أنك تتطفق مع المصنع على أقل سعر ممكن للمنتج طيب خلونا نطلع للأعلى طبعاً في عنا خيار الكاتيجوري موجود زي ما هو ظاهر أمامنا طبعاً إذا ننزل الأسفل سنجد مجموعة من الكاتيجوري أو التصنيفات الموجودة على إعالي بابا مثلاً إحنا اخترنا نيتش لهو الهوم أنت جاردنز لذلك سننتقل لخيار الهوم أنت جاردنز سيظهر لدينا سب كاتيجوري زي ما هو ظاهر أمامنا طبعاً إحنا اخترنا خيار التخزين داخل تصنيف الهوم أنت جاردنز واخترنا منتجات اللي هي المنتجات الخاصة بتخزين الطعام فعلنا هون خيار ستوريج بوكسيز رح نضغط عليه بعدما قمنا بتضغط على خيار ستوريج طبعاً زي ما هو ظاهر أمامنا هان مثلاً هذا المورد هو مصنع زي ما هو ظاهر أمامنا هون قاعد أعرض لك فيديو خاص بالشركة أو بالمصنع اللي بصنع هاي المنتجات والآن مننزل الأسفل ونبدأ نبحث عن المنتج اللي إحنا حددنا إنه نبيعه على مجرنا على أمازون من خلال عملية تحديد المنتج اللي قمنا بعملها على مجر أمازون فزي ما هو ظاهر أمامنا في عمنا مجموعة من المنتجات ممكن أنت تختار أي منتج طبعاً حسب تحليلاتك يعني بعيد وبكرر اختيارك للمنتج بكتم بعد أنت متحدد نوع المنتج اللي رح تبيعه على أمازون الآن نتور عليك أنك تبحث عن موردين لهذا المنتج مثال أنت على أمازون بعدين نطلع للأعلى مثلاً إحنا ما نختار المنتج اللي هو ظاهر أمامنا المنتج التخزين الخاص بالبقليات فغلونا نفتح على المنتج بعد أن نفتح على المنتج إحنا رح نجيب الكلمة الرئيسية الخاصة بهذا المنتج اللي هو Food Storage Containers فرح أقوم بنسخ هذه الكلمة بعدين رح أنتقل على متجر علي بابا بعدين رح أطلع للأعلى رح أقوم بالبحث عن هذه الكلمة المفتحية بعدين رح أضغط Search طبعاً هذا كان كمثال أني أنا حدت أو اخترت النوع هذا من المنتجات اللي أبدأ أبيعه على متجر على أمازون فزي ما هو ظاهر أمامنا على متجر إي باي رح يظهر عندي مجموعة من المنتجات اللي نفس المنتج اللي أنا قمت باختياره أني أبدأ أعلضه على أمازون الآن دور علي أني أختار المورد المناسب بنفس الوقت اللي قدم لي أرخص سعر جملة بحيث أن أحقق أعلى ربحية على متجر على أمازون إذا نطلع الأعلى مثلاً سعر الأوردر من 69 سنت لدولار يعني إذا أنت بتشتري هذه المنتج وبتبدأ تولد على متجر على أمازون فأنت رح تحقق عملية بيع كثير عالية طبعاً هناك الخيار الذي هو minimum order يعني إذا تختار المنتج فعندك أقل كمية بيع لهذا المنتج مثلاً المنتج تظاهر أمامنا ال minimum order عنده 500 حبة فإذا كنت تشتري هذا المنتج لازم تشتري 500 حبة مثلاً المنتج تظاهر أمامنا ال minimum order عليه 50 حبة لكي أنت مهم كثير لك أنك تحدد الكمية التي ستكون في شراءها قبل أن تختار المورد طبعاً في عنا أمر مهم كثير على متجر إي باي طبعاً في عنا هان خيار الverified الverified هذا أنت دائماً اختار الموردين عليهم هاي العلامية هاي العلامية إي باي بتعطيها لهذا المورد بعد ما تزور المصنع تاعه يعني بعد ما تتحقق من هذا المصنع وتشوف هذا المورد قديش تصله بصنع المنتجات وبهورد بالسوق يعني مثلاً هذا المورد صلو بصنع سنتين زي ما ظهر أمامنا 2 years إذا مننزل الأسفل مثلاً هذا المورد صلو بصنع المنتجات 4 سنين يعني هذا المورد صلو بالسوق تقريباً 4 سنين وحصل على ريت عالي من العملاء عشان هيك هذا المورد بيكون موثوق على إي باي على سبيل المثال أنا بدي أختار المنتج الظاهر أمامنا رح أضغط على المنتج الآن رح تبدأ عندي هان العروض تفاصيل المنتج بشكل كامل طبعاً زي ما ظهر أمامنا هان من 60 ل 500 حبة بحسب لك الحبة بدولار فاصلة 8 سنت إذا حاب تشتري من 500 ل 1000 حبة رح يحسب لك الحبة بدولار 3 سنت إذا تكتشتري أكثر من 1000 حبة رح يحسب لك الحبة بدولار 98 سنت طبعاً هون كامل المعلومات الخاصة بالمنتج الكولر اللي هو بلاك وغري يعني اللون الأسود والسلبر والآن ننزل للأسفل في عنا هان طرق الدفع طبعاً فيها تكلفة الحبة اللي هي العينة هاي انت باع المتحدد الكمية اللي بدك إياها فإذا انت بدك تطلب عينة لإلك انك تجرب هاي العينة فتكلفة العينة 2.8 سنت وكمان في عنا خيار الكوستومايزيزيشن فهذا الخيار كثير مهم لإلك عندك أول إشي المورد هذا بسمح لك انك تخصص لوغو خاص للمنتج ثاني شي بسمح لك انك تخصص الباكيج اللي هو الغلاف الخاص بالمنتج فهاي الأمور كثير مهمة لإلك انك تدونها انت على ورقة خارجية لما تبدأ تبحث عن موردين على إي باي مثلاً انت أول شي لازم تختار عشر موردين اللي ببيعون نفس نوع المنتج بعدين انت عليك الآن تتحقق مين أفضل مورد بين العشر موردين تختار هذا المورد وتبدأ تشحن من عنده السلعة الآن دور علينا انه نعرف إذا هذا المورد كان مصنع ولا تاجر فعشان هيك انه يفضل انه دائماً يكون مصنع بحيث تتواصل مع هذا المصنع فالآن عشان نتحقق من المورد إذا كان مصنع فهون في عنا طبعاً علامة الفيرفايت سي بلاير اللي هي علامة الموثوقية لهذا المورد نطلع للأعلى نضغط على اللي هو اسم المورد رح نضغط عليه رح يفتح لنا صفحة جديدة زي ما هو ظاهر أمامنا هذا المورد هو عبارة عن مصنع موجود بالصين بقوم بصناعة هاي المنتجات عشان هيك انت هون رح تكون عندك سهولة عالية انك تتواصل مع هذا المورد وتحقق أقل سعر من المنتجات يعني انت كمان ما تطلع انه على السعر الموجود على إي باي لا ممكن انت تتواصل مع المورد وتحقق أقل من السعر الموجود على إي باي على الكمية مننزل للأسفل طبعا في عندك فوق خيارات التواصل مع المورد زي ما هو ظاهر أمامنا الـ Contacts عندك الـ Profile Company Overview الخيار الثاني هو Business Performance يعني كل المعلومات اللي بتخص هذا المورد زي ما هو ظاهر أمامنا إذا حدثت تتواصل مع هذا المورد مثلا انت اخترت هذا المورد وراح تبدأ تشحل من عنده البضاعة أو تختار وراح تبدأ تتواصل معاه عشان تشتري منه البضاعة فانه عن اليمين خيار الـ Contact Supplier يعني انه التواصل مع المورد من خلال هذا الخيار رح تبدأ تتواصل مع المورد تحكيله مثلا انه يجهز لك 500 حبة شو السعر اللي هتطفق عليه بينك وبين المورد في عندك دور انك انت بتتطفق مع المورد في معلومات الشحن وان شاء الله رح نتحدث عنها في الفيديو الآن هيك احنا مكون بحثنا عن المورد على إي باي خلونا ننتقل للخطوة الخامسة واللي هي الحصول على أكواد المنتجات قبل نبدأ هاي الخطوة خلونا نحكي شوي عن أكواد المنتجات طبعا متجر أمازون بتطلب منك انك انك انت اي منتج بتعرض داخل متجر أمازون لازم يكون على هذا المنتج كود طبعا هذا الكود زي الكود الظاهر أمامنا هذا الكود بيكون موجود على أي منتج بيكون بيحمل الصفات العامة للمنتج مثل اللون القياس الحجم السعر كل الأمور اللي بتخص هذا المنتج بيختصرها هذا الكود فعشان هيك انت لما تعرض منتجاتك على امازون مطلب منك انه اي منتج بتنزله على امازون نازم يكون معاه كود هذا الكود يسمى بالUPC طيب انت من وين تصل على هاي اكواد الموقع الرئيسي بالعالم اللي بيقدم لك هاي الاكواد هو موقع GS1 طبعا هذا الموقع كمان امازون يعني ما بتسمح لك انك تجيب اكواد طبعا فيه اشخاص موجودين على الانترنت اللي بيبروك اكواد مستعملة يعني المنتج انتهى انباع للعملاء لكن الكود لسه موجود عند العميل ففيه اشخاص على الانترنت بيبروك هاي الاكواد المستعملة بسعر ارخص بكثير من موقع GS1 لكن امازون برفض هاي الاكواد لازم تشتري الاكواد من موقع GS1 يعني الموقع GS1 هو الموقع الوحيد اللي رح يبيعك هاي الاكواد ما فيه اي موقع بديل لأكواد المنتجات اذا مننزل الاسفل طبعا زي ما هو ظهر امامنا هاي الاكواد طبعا هون اذا انت حاب تشتري single UPS يعني بار كود واحد فقط لمنتج واحد تكلفته 30 دولار لكن اذا انت حاب تشتري مجموعة من البار كود فلازم تختار الخيار الاول وحنكون باختيار الخيار الاول لان رح ننزل الاسفل وحيطر عندنا الاسعار الخاصة بالاكواد اذا انت كان عندك من منتج لعشر منتجات فتكلفتهم 250 دولار وتكلف التجديد 50 دولار اذا انت كان عندك من منتج ل100 منتج فتكلفته 750 طبعا زي ما هو ظهر امامنا كلما ارتفعوا عدد البار كود كلما رخص السعر عشان هيك انت لازم تحدد اكمل منتج رح يتبيعه على امازون قبل ما تشتري الاكواد فعندما تحدد عدد من المنتجات مثلا انت كان عندك 1000 منتج رح تبيعه على امازون طبعا هذا الكود لكل منتج انت بتكون تنزيله على امازون مثلا اذا انت كان عندك منتج واحد من هذا المنتج فيه 3 الوان و 3 احجام فانت هان لازم تضرب 3 ب 3 يعني 9 منتجات عندك رح تعرضه مع امازون لازم تشتري انت 9 بار كود لكل منتج يعني هذا المنتج بالحجم الفلاني باللون الفلاني المنتج الثاني بالحجم الفلاني باللون الفلاني نفس العملية بتكريرها على كامل منتجات عشان هيك انت لازم تحسب كمية المنتجات اللي رح تعرضها على امازون قبل ما تشتري البر كود الخاصة بالمنتجات طبعا ما رح يسمح لك تعرض منتجاتك عميجرة على امازون الا لما تشتري البر كود يعني يعني انت لما تنزل منتج عميجرة على امازون رح يكون في عندك خيار اللي هو خيار UPS الخاصة بالمنتج انت اذا ما عبيت هذا الخيار ما رح يكون تنزيل المنتج عشان هيك مهم كثير موقع GS1 طبعا من خلال هذا الموقع انت رح تشتري البر كود الامر اكتسهل معلversك التشتري في الموقع بعدين داخل الموقع يتحدد له مثلاً ما هو المنتج الذي يريد أن تبيعه ما هو لون المنتج والألوان الخاصة بالمنتج أحجام المنتج منابس كاتيجوري كل هذه الأمور تتعلق بالمنتج أنت تحددها سعر المنتج بعدين تضغط generate فهو سيقوم بإنشاء UPS أو البر كود الخاصة في هذا المنتج ما عليك إلا تعمل نسخ لهذا البر كود وتلسقه في متجرك على أمازون وهكذا نكون عرفنا كيف نحصل على أكواد الخاصة بالمنتجات أو البر كود خاصة بالمنتجات اللي سنكون بعرضها على أمازون والآن دعونا ننتقل للخطوة السادسة وهي تغليف المنتجات طبعاً تغليف المنتج بشكل عام يعتمد على المورد بس أنا في هذه الخطوة لازم أحكي لكم شغلة كثير مهمة بتطلبها أمازون سياسة أمازون بطلب منك أنك لما تشتري منتجات من المورد وتشحنها على متجر أمازون لازم على كرتون المنتج يكون فيه شغلتين رئيسيات أول شيء البلد تصنيع المنتج يعني هذا المنتج صنع بالصينة لازم يكون مكتوب على الكرتوني ماد إن شاينة ثاني شيء يجب أن يكون على الكرتوني كود يسمى SQ طبعاً هذا الكود مختلف عن UPC اللي هو ال UPC اللي أنت رح تجيبه من موقع GS1 لكن الـ SQ أنت لما تقوم بعرض منتجاتك على أمازون سيلر سنتر يعني لما بعد ما تختار المنتج تختار المورد أنت رح تطلب عين من المورد رح تقوم بعرض منتجك داخل متجرك على أمازون أول ما تعرض منتجك على متجرك على أمازون بشكل تلقائي أمازون رح يعطيك كود اسمه SQ هذا SQ هو الكود النهائي للمنتج يعني كود العام للمنتج هذا الكود لازم يكون موجود على الكرتون التغليف الخاصة بالمنتج بعد ما تعرض منتجاتك على أمازون كل اللي عليك أنك تكون بتحميل SQ لكامل المنتجات اللي أنت عرضتها متجرك على أمازون طبعاً بتحميلها على شكل PDF طريقة التحميل كثير سهلة يعني أنت كل منتج بتعرض على أمازون رح يكون فيه جنبه خيار SQ رح تضغط على هذا الخيار رح ينزل عندك SQ على شكل PDF أو ممكن أنت تحمل كامل SQ لكامل المنتجات الموجودة عندك أمازون وإن شاء الله رح تحدث عنها بالخطوة القادمة اللي هي أنك لما تشحن منتجاتك على مسودعات أمازون والآن أنت كيف تغليف المنتجات طبعاً زي ما ذكرت أنت لازم تركز على شكلتين رئاسيين أنه بلد تصنيع المنتج والSQ يكونوا موجودين عن الغلاف الخالجي للمنتج طبعاً المسؤول عن تغليف المنتج اللي هو المورد اللي رح تشتري منه المنتجات عشان هيك أنت لح تتواصل مع المورد المورد رح يحكي لك أبعاد تغليف طبعاً الكرتون رح تكون زي الكارتين الظاهري أمامنا يعني كرتون ما عليها إشي رح تطلوب من المورد أنه يعرض عليها اللي هو بلد التصنيع والSQ الخاصة بمنتجاتك المعروضة على أمازون بعدين مورد رح تطيق كامل المعلومات اللي بتخص صندوق المنتج يعني هي الغلاف الخاص بالمنتج من حجم الصندوق وأبعاد الصندوق وهذا إشي كثير مهم إلك لما تشحن المنتج عن مستودعات أمازون يعني داخل مستودعات أمازون أمازون رح يطلب منك أنك تحط أبعاد الصندوق حجم الصندوق وكامل لمواصفات الخاصة بالصندوق و جدي عدد الصلاف يعني اكم عدد منتج و جدي عدد المنتجات اللي راح تشعنها على المستودع كل الامور اللي بتخص الشحن فانت راح يعطيك إياها المورد الآن خلالنا ننتقل للخطوة اللي الله بعدها جبين كنت عارفنا كيف نحن نغلف منتجاتنا طبعا نغلف المنتجات بتحملها المورد اذا تنامت ه現在 نتحمل مورد يعني اذا كانت في شركة تصنيع مثلا لا تغلف المنتجات بتحملها وكيل الشحن يعني عندما تتواصل مع وكيل الشحن فوكيل الشحن هذا بيغلف لك هاي المنتجات وبرسلك منتجاتك على مستودعات أمازون طيب والآن الخطوة السابعة اللي هي العثور على وكلاء شحن هون أمر كثير مهم أنت الآن عرضت المنتجاتك على أمازون طبعا عرضتها بالإدرافت يعني أنت ما نشرتها على مدعك على أمازون أنت فقط نزلت المنتجات داخل مدع أمازون لكن مش معلوض للعملاء أنه يكونوا مستعدين للشراء اخترت مورد وتوصلت مع المورد وحددت لك متى أي يوم بنتهي تصنيع المنتجات أو إذا كانت المنتجات جاهزة الآن دور عليك أنت أنك تبحث عن وكلاء شحن طبعا أنا بالفيديو راح أعطيكم أسهل ثلاث طرق أنك تبحث عن وكيل شحن موثوب الطريقة الأولى عندنا من الموقع الظاهر أمامنا طبعا راح أترككم رابط الموقع موجود بالوصف رابط كامل المواقع اللي ذكرتها بالفيديو راح أتلاقوها موجودة بالوصف عشان تسهل عليكم العمل كمان راح أتلاقوها بالترتيب راح تلاقوه أنه الفيديو مقسم لأجزاء بالوصف حيث أنكم أنتو ترجعوا لمكان معين بالفيديو عشان ترجعوا تفهموه بشكل أفضل هذا الموقع بأمن لك وكلاء شحن حول العالم بعد ما تسجل داخل هذا الموقع طبعا تسجيل فيه مجاني راح تظهر عندك الصفحة زي ما هو ظاهر أمامنا طبعا هون بعطيك خيارات الشحن إذا مننزل الأسفل في عنا هان وكلاء شحن لكن أنت بالأعلى راح تبدأ تحدد له مكان الشحن ومكان الاستلام فعندنا الخيار الأول لهو مكان استلام الشحن مش مكان تسليم الشحن يعني أنت هون لازم تعبي معلومات المورد أول شيء هون راح تحدد نوع المكان اللي راح يستلم منه وكيل الشحن طبعا في عندك أربع خيارات أول واحد بورت لهو الميناء الخيار الثاني فاكتوري لهو مصنع بيزنس أدرس يعني لهو مكان عمل ومكان سكن فعندنا نختار فاكتوري يعني وكيل الشحن راح يستلم kalkulator من مصنع بعدما يكون باختيار فاكتوري هون راح يحكينا وين البلد الاستلام أو وين بلد المصنع طبعا هن راح يحكي له shyna طبعا هون علينا الادرس الادرس كثير مهم إحنا من أين نجيب الادرس الادرس لهو عنوان المورد من أين نجيب عنوان المورد إما نتواصل مع المورد أو من المعلومات الخاصة بالمورد مثلا نضغط على contacts بعدما ضغطنا على contacts سيكون لدينا خيارات التواصل مع المورد سننزل للأسفل سيكون لدينا الكمباني انفرميشن يعني المعلومات الخاصة بالمورد طبعا إذا نظهر هنا اللي هو العنوان الخاص بالمصنع الخاص بالمورد سنكون بنسخ خاص العنوان سنقوم بإمكانه كوبي سننسخ عنوان المورد بخيار الادرس زي ما هو ظاهر أمامنا بشكل سريع ظهر عنا اللي هو العنوان الخاص بالمورد سنضغط عليه بعدها سنضغط next بعدما ضغطنا next هون عنا خيار وين مكان تسليم الشحنة طبعا في عنا هون انواع يعني انت لمين تكتسلم الشحنة طبعا انت راح تسلم الشحنة لـ يعني لمستودعات الخاصة بامازون سنضغط fulfillment center وين بلد تسليم الشحنة اللي هي اليونانتد ستيتس إذا انت كان متجرك داخل الولايات المتحدة طيب والآن علينا الادرس طبعا انت تختار مكان تسليم الشحنة اللي هو المستودع الخاص بامازون يعني عنوان هذا المستودع وين موجود داخل امريكا طبعا اذا نضغط على هذا الخيار راح يظهر عندنا كامل مستودعات امازون داخل امريكا انت معاليك إلا تختار المستودع طبعا كيف انت تختار هذا المستودع من خلال امازون FBA من خلال مكان استلام الشحنة داخل امازون او كيفية استلام الشحنة داخل امازون واللي راح نتحدث عنها بالخطوة القادمة مثلا عندي استلم للشحنة بالعنوان الظاهر امامنا لان هيك انا حددت مكان استلام الشحنة رح اضغط Next وهيضر عنا خيار Load خيار Load هو خيار الحمل طبعا خيار الحمل هيضر عندك خيارين الاول اللي هو شحنة يعني شحنة صغيرة وفي عندك خيار الثاني container يعني اذا انت بدك تشحن كونتينر كامل طبعا انت في البداية اكيد رح تشحن شحنات صغيرة اللي هي طبليت الخشب وعليها كراتين طبعا نحن نختار اللي هي الشحنة بعدين لدينا خيار اللي هو نوع الشحنة اللي هو بيدس اللي هو اللي حكيت عنه اللي هو طبلية أو بوكسز اللي هو صناديق فعندما أكيد أنت لما تكتشحن بالكميات مثلا 100 حبة أو 200 حبة فأكيد ستكون على طبلية خشب اللي هي مش عارب إذا موجودة هان أشعاركم إياها دعونا نرجع للهوم شايفين هاي الطبلية الزرجة هاي تسمى طبلية هذا الحامل الكامل يسمى طبلية أو بليتس طيب والآن نرجع لوكيل الشحن طبعا نحن رح خليها بيرتس طبعا كامل هاي الخيارات بيتمد عليها المورد يعني انت لما تتواصل مع مورد وتختار الكمية فالمورد رح يعطيك كامل هاي المعلومات اللي بتخص شحنتك انت كيف رح تستلم شحنتك زي ما ذكرت سابقا كمان رح يعطيك أبعاد الصندوق كمان مهم كثير إلك داخل أمازون FBA لما تستلم شحنتك لانا رح أخليها بالتس زي ما هي لها طبلية طبعا هون أوف يونتس يعني عدد البلتس طبعا انت حسب أكمن طبلية رح تشحن فانا رح أتركها واحد زي ما هي طبعا هون عندك خيار الحجمي بطبيعي للطبلية انت ما بتقدر تعدل عليها عندك خيار الارتفاع للطبلية والوزن فهون مثلا انا رح أخلي ارتفاع الطبلية مثلا متر وعشرين سانتي الوزن رح أخلي مثلا اللي هو خمسمية كيلو جرام بعدين رح أضغط confirm طبعا هاي المعلومات بعيدة بكرر اللي بيعطيكم إياها المورد يعني انتو بعمل تتواصلوا مع المورد وتشتروا الشحنة فرح أعطيكم كامل المعلومات اللي رح تقدموها لوكيلي الشحن الآن رح نضغط confirm بعدما ضغطنا confirm بعدما ضغطنا confirm هون بحكي لك قديش تكلفة الشحنة تاعتك فمثلا انا اشتريت منتجات بستة لاف دولار انا رح أقول له انه تكلفت شحنتي بستة لاف دولار بعدين هان بحكي لك انه هل شحنتك جاهزة؟ طبعا في عندك ثلاث خيارات اذا كانت جاهزة بتتغطي ياس اذا مثلا بتجهز بعد اسبوعين او اكثر من اسبوعين فهون انت حسب المورد متى بحدد لك وقت لانتهاء شحنتك او لانه شحنتك تصير جاهزة لانك تشحنها طبعا اغلب الموردين والمصانع الموجودين على الاوباي بتكون الشحنة جاهلة فانا رح اضغط له ياس بعدين رح اضغط done بعدما ضغطنا done رح نضغط على search بعدما ضغطت search في عندنا هون مجموعة من الخيارات المهمة طبعا فيها انه هان اول خيار امازون لابلينج اللي هو اللابل الخاص بامازون طبعا زي ما تكرت سابقا امازون لما تشحن عليه صناديق مهم كثير انه يكون عليه لابل اللي هو مكان صنع المنتج والاسكيو الخاصة في المنتج فهان زي ما تكرت سابقا تغليف اما بتكون على المورد او على وكيل الشحن فاذا انت هان حاب تطلب من وكيل الشحن انه يضيف لك اللابل على المنتج فهون تضغط له yes اذا مش حاب اذا توصلت مع الوكيل والوكيل اللي رح يضيف لك اللابل فرح تضغط no الخيار الثاني اذا كان فيه نقطة تحميل فانت كمان رح تضغط no يعني انه يحمل من المصنع بشكل مباشر الخيار الثالث انه الشحن بتغطي اللي هي خمسمائة الف دولار انت تركها yes يعني هاي تأمين على الشحن تاعتك طبعا هون اذا انت كنت بتحتاج لوسيط جمركي والخيار الثاني اللي هو اذا انت بتحتاج لسنة جمركي طبعا رح يكلفك الموضوع من خمسين دولار ل مية وخمسة وعشرين دولار الآن رح نضغط confirm service and get results بعد ما ضغطت get results رح يضر عندي مجموعة من وكلاء الشحن اللي ممكن اختار اي وكيل منهم اللي يرسل لي شحنتي على مستودعات امازون طبعا في عنا مجموعة من وسطاء الشحن طبعا طريقة الشحن اما بحري او جوي او بري فعندك هان مثلا الخيار الاول اللي هو رح يكون الشحن بحري طبعا البحري اللي هو الارخص جوي اللي هو الاغلى فهان خيار الشحن رح يكون بحري توصيل الشحن من 37 ل 44 يوم وطريقة يعني زي ما نظهر امامها اللي هي خريطة توصيل الشحنة اول شي رح تكون برية بعدين رح وصلها للميناء من الميناء رح يقولها بالبحري بعدين لما يوصل للميناء الموجود بالولايات المتحدة رح ينقل الشحنة بشكل بري يعني عن طريقة ريالات لمستودعات امازون هذا الوكيل باخد منك فقط على الشحنة 1050 دولار طبعا انت فكر الرقم عالي لكن اذا انت بتحسب اذا بتقسم هذا السعر على عدد المنتجات اللي انت رح تنقلها رح تضيف هذا السعر الشحن على استكلفة المنتج رح يطلع معك الموضوع انه هذا الرقم مش مكلف رح ننزل الاسفل في عنا الخيار الثاني هو عن طريق الطيران باخد معك من يومين لاربع ايام بتكون واصلة شحنتك بشكل كامل على مستودعات امازون طبعا تكلفة 4297 دولار طبعا هذا الخيار بيرجع للك انت اذا كنت مستعجل على توصيل الشحنة بدك تبدأ تحقف بعملية البيع فيفضل انك تختار الطيران طبعا تكلفة اعلى لكن انت ممكن تعوضها برفع ارباحك على مدرك على امازون طبعا في عندنا كثير من الخيارات زي ما وظاهر امامك يعني كل خياره تحت موجود اسم وكيل الشحن وبتختلف الاسعار من وكيل لوكيل فهيى طريقة الاولى لانك تبحاث عن وكيل شحن فيضل طرقتين وجدا سهلات طريقة الثانية هي انك تتعامل مع امازون جلوبال لوجستكس هيا الخدمة بتقدمها شركة امازون من الشحن من الصين لامريكا او من الصين لأوروبا فقط فانت ممكن تستعين يعني بدل ما تستعين بوكيل شحن ممكن تستخدم خيار اللي هو امازون جلوبال لوجستكس انك تشحن منتجاتك من موردي الصين طبعا طريقة الشحن فيه كثير كثير سهلة نفس العملية اللي قمناها هان احنا رح ندخل على امازون جلوبال لوجيستكس الموجود بامازون سيلر سنتر بعدين رح ننزل للأسفل في هنا ثلاث خطوات رئيسية اللي هي اول خطوة اللي انك انت كومبليت بايمنت ستيب يعني انت تكمل اعدادات الدفع الخطوة الثانية اللي هي سيت ابيو امبورتر اوف ريكورد يعني انت تعبي معلومات الشحنة تحتك من هنا مكان الاستلام نفس المعلومات اللي قمنا بتعبيتهم في الموقع الظاهر امامنا فانت رح تكون بتعبيت هاي المعلومات على امازون اخر شي انت بتعمل create and track your shipment يعني انت بتعمل انشاء للشحنة وبعدين تبدأ تتبع شحنتك من خلال السيلر سنتر كمان تتبع الشحنة رح يكون موجود وهذا الموقع طيب والان الخيار الثالث لوكيل الشحن اللي هو من خلال اي باي كمان اي باي بي قدم لخدمة Logistics Service اذا بننزل الاسفر رح يكون في عندك مجموعة من وكلاء الشحن ممكن تختار اي وكيل شحن تتواصل معه من خلال وكلاء الشحن موجودين على اي باي ممكن انك تختار اي وكيل شحن ويبدأ يرسل شحنتك من المصنع لمستودعات امازون وهيك من قولنا من الخطوة السابعة والان خلونا ننتقل للخطوة الثامنة وهي ارسال الشحنة الى مستودعات امازون تتبع الشحنة يعني انت كيف تستلم شحنتك داخل مستودعات امازون يعني انت هون لما حددت وكيل الشحن انت فهمت الوكيل انه يرسل هاي الشحنة لهذا المستودع اللي هو مستودع الخاص بامازون الان تقول عليك انك تبلغ امازون تفاصيل الشحنة واستلام الشحنة طبعا طريقة كثير سهلة عليك ان تنتقل لموقع سيلر سنتر الخاص بامازون بعدين من خيار الكاتيجوري رح ننتقل على خيار الانفنتوري رح ننزل الاسفل ونضغط على شيبمينتس بعد ما ضغطنا على خيار شيبمينتس طبعا هون اذا انت كان عندك شحنات يعني اذا كنتك تستلم شحنات فهون رح تدير شحناتك لكن احنا بالوقت الحالي ما عنا اي شحنة فارق من خلال التوبار رح نضغط على شيبمينتس بعدين رح نضغط على سينتو امازون يعني ارسل الشحنة الى امازون الان هيك رح يكون عندك اربع خطوات كثير كثير سهلة انك تستلم شحنتك من الصين طبعا خطوة الاولى اللي هي شوز انفنتوري تسند يعني انت لازم تختار المنتجات المنتجات طبعا المنتجات اللي انت قمت بعرضها لمجرك على امازون رح تظهر عندك هاي المنتجات بعد ما تظهر هاي المنتجات انت رح تقوم بتحديد المنتجات يعني انت اي منتج اللي رح امازون يستلم شحنة هذا المنتج سوف تختار هذا المنتج إما بعملية الـ SQ يعني تبحث عن المنتج من خلال الـ SQ أو تضيف هذا المنتج من خلال الـ Decument فسيكون عندك خيارين إما Select From List يعني أنك تضيف المنتجات من القائمة القائمة اللي هو إذا نضغط على الكاتيجورية طبعا فيه عندنا أول شيء اللي هو الكتالوج من خلال هذا الكتالوج أنت رح تضيف منتجاتك على أمازون بعد ما تضيف منتجاتك بشكل تلقائي رح يظهر منتجاتك في الخيار الظاهر أمامنا رح تحدد أي منتجات اللي رح يستلمها أمازون بعد ما تحدد هاي المنتجات رح تنتقل للخطوة الثانية الخطوة الثانية اللي هي Confirm Shipping يعني تأكيد الشحن طبعا خلال هاي العملية أنت رح تعطي كامل معنومات الشحن نفس المعلومات اللي قدمتها على موقع وكيل الشحن واسم الوكيل الشحن وكمان المعلومات اللي ذكرتها سابقا اللي هي المعلومات اللي رح تاخدها من المورد بحيث حجم الصندوق بوزن الصندوق وكامل المعلومات اللي بتخص الشحن هاي المعلومات رح تقدمها لأمازون بعد ذلك رح تضغط Confirm Shipping الخطوة الثالثة اللي هي Print Box Leapens من خلال هاي الخطوة أمازون رح يعطيك Decument اللي أنا ذكرته سابقا هذا Decument رح يكون موجود عليه كامل SQ الخاصة بالمنتجات اللي انت حددتها لأمازون انه رح يستلمها فهاي المنتجات أمازون رح يعطيك Decument بالSQ كامل بالمنتجات اللي رح يستلمها هذا Decument رح ترسله للمورد بحيث المورد يطبع هذا ال SQ على مغلف المنتج الخارجي وهيك انت بتكون حددت لأمازون طبعا بعد ما تخلص الخطوة الثالثة بتعمل Confirm وتبدأ تتبع شحنتك من خلال مورد يعني لازم يكون فيه تواصل بينك وبين المورد بحيث اذا كانت الشحنة قيدي التصنيع يعني لسه ما تصنعت الشحنة فلازم يكون عندك تواصل بينك وبين المورد بحيث اذا الشحن تصنعت بوقت اقل من الوقت المتفق عليه كمان لازم تتبع الشحنة من خلال وكيل الشحن واخر شيء تتبع الشحنة من خلال Amazon Seller Center يعني تتبع وصول الشحنة اذا يعني بنهاية الطريق اذا وصلت الشحنة لمستودعات امازون ام لا هيك منكون خلصنا من الخطوة الثامنة الان عندنا الخطوة التاسعة وهي حساب الارباح وتكاليف العمل هون عندنا امر كثير مهم طبعا انتو من بداية الفيديو لانا نهاية الفيديو خلونا نراجع تكاليف بشكل سريع طبعا اول شيء احنا بعد ما كمنا باختيار المنتج وحددنا المورد كان عندنا سعر المنتج مثلا دولار وثلاثة سنت فانت بتحسب فانت بتضيف على ورقة خارجية انه سعر المنتج هاد دولار وثلاثة سنت اكمن حبة لهو خمسمائة حبة فبتضرب خمسمائة بدولار فاصل ثلاثة سنت هيك بطلع من عندك مجموعة تكاليف المنتج او تصنيع المنتج الان دور عليك انك تضيف هاي التكلفة لهي تكلفة الشحن فبننتقل لمورد الشحن طبعا كانت عندنا تكلفة الشحن مثلا اخترنا اللي هي الوكيل الاول فتكلفة الشحن هان الف وخمسين دولار وعندنا خمسمائة دولار اللي هو سعر المنتجات طبعا هذا السعر بشكل تقديري يعني انا ما قاعد بحسب لك لكن انا قاعد بعطيك كيف انت تحسب تكاليف العمل فعندنا هان دولار مثلا احنا اخترنا اللي هو ما خلونا نحكي انه اخترنا الف منتج فدولار فصل تلاتي سنت ب الف يعني تقريبا الف دولار الف وثلاثين دولار الذي هو متجيره welche تكلفة الشحن في اللي هي الف وخمسين دولار فايcek سأر عمنا احنا الفين وتمانين دولار زايت دك تضيف اربعين دولار اللي هو تكلفة متجر امازون فتقريبا صار لنا الفين ومية وعشرين دولار الان ما قاعد بنا لهي رسوم امازون طبعا كثير منكم بتسألوا كيف رسوم أمازون أو إذا غالي أو لا أو ما إلى ذلك فعشان نتعرف على رسوم أمازون وننتقل على الموقع الظاهر أمامنا من خلال هذا الموقع هيظل أنه كامل التكاليف اللي راح يخدها أمازون طبعا إذا ننزل الأسفل اللي هو تكاليف التخزين داخل مستودعات أمازون طبعا هون أمازون بعطيك 120 يوم تخزين مجاني إذا مننزل الأسفل طبعا هون خطة اللي هو السيلينغ طبعا حكيتكم أنه طبعا تكرناها في بداية الفيديو إذا مننزل الأسفل في عنا رسوم الكاتيجوري يعني رسوم البيع طبعا هاي الرسوم بخدها أمازون على التكلفة الكاملة لعملية البيع مش تكلفة المنتج يعني أنت قديش تكتسعر المنتج على أمازون مثلا عندك منتج أنت بتاعوده على أمازون وتبيعه على أمازون تكلفة 100 دولار فهاي الرسوم مثلا 45% فأمازون هيأخذ 45% من 100 دولار فمننزل أسفل هون حسب الكاتيجوري اللي أنت رح تختاره مثلا إحنا اخترنا لهو الهوم أنت داردنز خلونا نختار لهو الهوم أنت كتشين تكلفة رسوم أمازون على كل منتج أنت بتبيعه لهو 15% يعني أنت بعت منتج بسعر 100 دولار فأمازون هيأخذ منك 15 دولار على سعر المنتج طبعا 15 دولار رح تكون بدل توصيل المنتج للعملاء من مستودعات أمازون الشحن لدى مستودعات أمازون كمان العروض اللي رح يقدم لك إياها أمازون داخل متجرك على أمازون فهاي السعر كثير كثير متواضع بالنسبة لمتجر أمازون اللي هو المتجر العملاق على الإنترنت أو المتجر الأول عالميا على الإنترنت فكامل هاي الرسوم أنت بتحسبها بتزيدها على أسعار المنتج بعدين آخر شيء بتستخلص أرباحك أو بتحسب أرباحك بشكل سهل طبعا كامل روابط المواقع الحضركم إياها موجودة بالوصف هيك بيكون انتهى فيديو اليوم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك في القناة وانتظرونا بالفيديوهات القادمة اللي رح نتعمق في الموضوع بشكل أكثر إلى لقاء